بسم الله الرحمن الرحيم ومحجة للمترقين وحجة على الناس أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسير لي أمري وحلل عقدة من لساني فقه قولي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد أيها الإخوة الكرام لنتمم المبدأ الأول من مبادئ مقدمة ذات المبادئ العشرة والمبدأ الأول كما تعلمون هو مبدأ الحد والتعريف لهذا العلم الذي هو علم التزكية وكان آخر ما تكلمنا عليه في المجلس الماضي هو الكمالان الذي اللذان جامعهما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة لمن جاء من بعدهم والكمالان هما اللذان ختم الله بهما صورة الفتح حيث قال جل جلاله والذين معه أي الذين معه بالذات وبالصفات فحصل للصحابة المعيتان معا معية الذات ومعية الصفات وبقيت معية الصفات لمن جاء بعدهم إلى يوم الدين لأن معية الذات لا تتحقق إلا لذلك الجيل الرباني الذي أكرمه الله تعالى بحضوره مع الذات النبوية الكريمة فأفاضت عليهم هذه الذات بفيوضاتها الربانية فكان لهم من الخصائص ما ليس لغيرهم ولكن الرب الكريم أبقى النوع الثاني من المعية ومعية الصفات أبقى هذا الباب مفتوحا ليدخل منه كل من أحب هذا الرئيل الكريم وتعلق بمربيه وسيده محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان لكل داخل من هذا الباب ولكل محقق لهذه الصفات كان له نصيب من الكمالين والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم تراهم يا من لك رؤيا جاء هذا الخطاب ليدل على التعميم لأنهم قد تسنموا تلك مرتبة العالية حتى أصبحوا كالقمر ليلة البذر فكل من له أدنى رؤيا يرى هؤلاء في قمتهم العالية تراهم يا أيها الرائي كيف ما كانت رؤيتك ركعا ليسوا راكعين ركعا بجمع التكسير سجدا ركعا سجدا يبتغون ماذا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون أعلى مقام لا يبتغوا الجنة وحدها وإنما يبتغون أعلى ما في الجنة وأعلى ما في الجنة هو ردوان الله ورضوان من الله أكبر لأن همتهم عالية فلما علت همتهم فإنهم طلبوا أعلى ما في الجنة وأغلى ما في الجنة وأعظم ما في الجنة وأنفس ما في الجنة كما قالت امرأة فرعون رب ابني لعندك بيتا في الجنة فقدمت العندية على الجنة وقدمت الجارة قبل الدار عندك إنها تلك العندية العالية ولذلك قال الله في هذا الكمال الأول يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم فما بالك بما في قلوبهم إذا كانت السيما بدت وظهرت على وجوههم فما بال هذا القلب الذي نعكس ما فيه على الوجه إن الوجه مرآة يعكس ما في القلب من حقائق ومن مشاعر ومن لطائف ومن رقائق سيماهم في وجوههم من أثر ماذا من أثر السجود الذي فاضت به قلوبهم من أثر السجود الذي امتلأت به أفئدتهم فسجدت القلوب قبل أن تسجد القوالب وسجدت الأرواح قبل أن تسجد الأشباح وتذللت القلوب لربها وذاقت حلاوة السجود لخالقها وسيدها وفاطرها فسجدت ذلك السجود الكامل ذلك السجود الذي ذاقت حلاوته وهي تتمرغ بجبهتها على هذا التراب من أجل أن ترقى إلى ذلك المقام الأعلى الذي هو مقام الثرية سجود في الثرى وسجود متعلق بالثرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان حيث قال له لو كان الإيمان منوطا بالثرية لناله رجال من فارس أو من أهل فارس لو كان الإيمان منوطا بالثرية لناله رجال من أهل فارس نعم هذا هو الكمال الأول إنه كمال الباطن ثم الكمال الثاني الذي ختمت به الآية الكريمة حيث وصفته وصفا عجيبا لا أحد من أهل الأرض يستطيع أن يصف هذا الكمال الذي هو كمال الشهادة إذن هذان الكمالان هما الذين يتحقق بهما هذا المقام الذي هو مقام الإحسان ومقام التزكية ومقام المشاهدة الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله شاهدك حيث ما كنت أفضل الإيمان أكمل الإيمان أن تعلم أن الله شاهدك حيث ما كنت الحديث رواه الإمام أبو نعيم والإمام الطبراني فهذا ما يتعلق بالحد والتعريف بالنسبة لهذا العلم الذي هو علم التزكية أو علم التصوف ولننتقل بعد ذلك المبدأ الثاني من المبادئ العشرة والمبدأ الثاني كما تعلمون هو موضوعه إن مبادئ كل سن العشرة الحد والموضوع ثم السمرة موضوع موضوع هذا العلم مجالان أحدهما يتعلق بجانب الذات العلية حيث يبحث فيه عن المعرفة عن المعرفة بالذات الإلهية وهذه المعرفة ذات مرتبتين المرتبة الأولى المعرفة التي تتعلق بالدليل والبرهان والمرتبة الثانية التي تتعلق بالمشاهدة والعيان أما المرتبة الأولى فهي المعرفة الطلبية العقلية الفكرية التي تحصل بإقامة الشواهد والبراهن على هذه المعرفة حتى تتمكن في العقل وتتمكن في الفكر وهذه الشواهد التي تمكن وتثبت المعرفة بالله تبارك وتعالى في العقل والضمير والفكر هذه الشواهد هي الشواهد النقلية والشواهد العقلية والشواهد الفطرية والشواهد الكونية فقد أقام الله تبارك وتعالى على هذه المعرفة كل الشواهد كلما التفت العقل إلى جانب من الجوانب التي يريد أن يستشهد بها وأن يستدل بها على معرفة الله وجد ذلك قائما بارزا وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فوى عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد تعمل جميع الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأمل تخطها ألا كل شيء ما خل الله باطل تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل فهذا الكون أقامه الله تعالى شواهد على معرفته من الذرة إلى المجرة من أصغر شيء إلى أكبر شيء من الشعرة التي تنبت في جسمك إلى النملة التي تدب على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء إلى الهباءة التي تطير في الهواء وإلى البعوضة التي هي عالم من عوالم الله كل ذلك شواهد على الله ولذلك قال القائل فهوى عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولكن إذا عميت هذه البصائر فما تغني آيات الله شيئا عنها وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون فالنقص في هذا الإنسان وفي رؤية هذا الإنسان وليس في الشواهد البارزة الشاهدة التي ليس بها خفاء إذن أقام الله تعالى على هذه المعرفة الشواهد الكونية والشواهد العقلية والشواهد النقلية والشواهد الفطرية التي هي في فطرة الإنسان كامنة إذا حرك هذه الفطرة تفجرت بهذه الشواهد الدالة على الله ولذلك عندما تعتصر الفطرة عندما تعتصر وتعصر يخرج منها الله وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لماذا هذا الحدث عصر الفطرة فلما فلما عصرها واعتصرها خرج الله الكامن في الفطرة المسطور فيها وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين وقال في الآية الأخرى ضل ما تدعون من دون الله ضل كل الآلهة التي كانوا يدعونها في حالة الرخاء عندما اشتدت بهم الكرب وتأزمت بهم الأزمات طلت هذه الآلهة لأنه لا قرار لها لا وجود لها في داخل الفطرة وإنما هي طارئة فالشرك كله طارئ على الفطرة والكفر كله طارئ على الفطرة أما الفطرة فأصلها التوحيد للواحد الأحد الفرض الصمد فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فهذه المرحلة الأولى التي هي مرحلة إقامة الشواهد على معرفة الله بجميع أنواعها من الشواهد النقلية والشواهد العقلية والشواهد الكونية والشواهد الفطرية أما الشواهد النقلية فهي على التمام والكمال ومن قرأ القرآن وجد فيه كل ذلك ومن أضاف إليه السنة وجد فيه تمام البيان وتمام الكمال فأقام الوحي الرباني كل الشواهد على الله 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 تحدث عن نفسه بحديث العليم الخبير فتعرف الله لعباده الضعفاء بأساليب المعرفة التي توصل إليهم هذه الحقيقة حتى يستوي فيها العالم ويستوي فيها الأمي الأمي نفسه يفهم من الشواهد النقلية الدلالة على الله أمي نعم بل الأعجم إذا تفتحت بصيرته ليسمع عن الله فإنه عندما يسمع الأدلة التي تتحدث عن الله يجد ذلك في داخل قلبه يجد ذلك في داخل قلبه استجابة لهذه الشواهد التي أقامها الله عز وجل ومن سبحانه تعالى عن البشرية بالحديث عن نفسه بالحديث عن نفسه عن ذاته العالية أساليب قريبة ميسرة سهلة لا تحتاج إلى فلسفة وإلى إلات فلسف ولا إلى طول مقدمات وصدق الله عز وجل إذ قال وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فأهل من المدكر في صورة واحدة يكرر هذا المعنى فيقول جل جلاله وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فأهل من المدكر وهكذا تتحقق هذه المرحلة الأولى من إقامة الشواهد والأدلة على الله حتى تترسخ هذه المعرفة في القلب في العقل أقول ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأخرى وهي مرحلة مشاهدة المعرفة مرحلة مشاهدة المعرفة بالأيان أي بالمقام الذي أشرت إليه في المجلس السابق التي هي مرحلة حق اليقين لأن المرحلة الأولى التي هي مرحلة علم اليقين تثبت بتلك الشواهد التي سبقت أي بمرحلة من مراحل لاستدلال بتلك الشواهد ثم ينتقل السالك إلى الله إلى هذه المرحلة الثانية التي هي مرحلة المشاهدة وهي التي عبرت عنها مرأة صالحة بفطرتها النقية الصافية حين سألها سائل قال لها ما الدليل على وجود الله فقالت بهذه الفطرة النقية الصافية ومتى غاب حتى يستدل عليه متى غاب حتى يستدل عليه وكذلك قال أحد الأعراب عندما سئل هذا السؤال بفطرته النقية الصافية قيل له ما الدليل على وجود الله قال ومتى غاب حتى يستدل عليه ثم بعد ذلك أقام الأدلة العقلية وأقامت هذه المرأة الأدلة العقلية والأدلة الكونية على وجود الله ومعرفته فقال أو قالت إن الأثر يدل على المسير وإن البعرة تدل على البعير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير فبدأ هذا الأعراب أو هذه المرأة الصالحة بالمقام الأعلى والأسماء وهو مقام المشاهدة الذي انبثق من الفطرة النقية الصافية متى غاب حتى يستدل عليه إنما يستدل على غائب والله إنما غاب ذاته عن أبصارنا وذلك لأن ذاته لا تدرك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولكن آثاره بادية فهو الغائب بذاته الحاضر بآثاره كما جاء في الحديث اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك وأنت الظاهر فلا شيء فوقك الظاهر فلا شيء فوقك والباطن فلا شيء دونك الباطن بذاته الظاهر بآثاره فهذا هو المقام الأسمى والأسنى والأعلى وهو مقام المشاهدة والمشاهدة هي مشاهدة القلوب إنما يشاهد ربنا هنا بالقلوب ولا تدركه أبصار العباد وسوف يتجلى سبحانه وتعالى بذاته للمؤمنين به اليوم هناك وما أدراك ما هناك في جنات رب العالمين حين تزور الأغطية والأغشية ويمنح الله المؤمنين وأولياءه الصالحين إدراكا آخر غير هذا الإدراك الذي هو إدراك محدود في هذه الدنيا ليعيش به الإنسان في الدنيا المحدودة وأما الإدراك التام الكامل فإنما يكون في جنات رب العالمين كما قال رب العالمين جل جلاله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فإذن هذا المجال الأول من المجالين وهو مجال موضوع هذا العلم وأم المجال الثاني وهو مكمل للمجال الأول فليس بينهما تباين ولا انفصال وإنما هما متكاملان لمجال الثاني مجال الأرواح والقلوب والعقول والنفوس من حيث ماذا من حيث تزكيتها وتطهيرها وتنقيتها وتهذيبها حتى تعود إلى أصلها الأصيل ومعدنها النفيس الأرواح القلوب العقول النفوس فما المقصود بهذه المصطلحات هذه المصطلحات النظر فيها من زاويتين من الزاوية المادية المحسوسة التي يشترك فيها الناس أجمعون والزاوية الثانية الزاوية الشرعية الزاوية المبنية على البصيرة وعلى النظرة الإيمانية الزاوية التي ننظر من خلالها إلى هذه المعاني من زاوية الوحي من مرآة الوحي ننظر إليها من مرآة الوحي حيث تتجلى لنا على حقيقتها على حقيقتها كما تحدث عنها الوحي لأن الإنسان لا يستطيع أن يبصر هذه الحقائق بإبصاره المحدود المادي إذن فالناس ينظرون إلى هذه المصطلحات وهذه المعاني التي هي الروح والقلب والعقل والنفس فلها النظر الذي تطل به على عالم الشهادة لها جانب تطل به على عالم الشهادة للروح جانب تطل به على عالم الشهادة وللقلب جانب يطل به على عالم الشهادة وللعقل جانب يطل به على عالم الشهادة وللنفس جانب تطل به على عالم الشهادة وهذا يشترك فيه الجميع ذلك لأنه عالم شهادة وعالم الشهادة مبصر للناس أجمعين وإن كانت تختلف أبصار الناس فيه بحسب إدراكهم وهذه المعاني العالية الراقية لها جانب آخر تطل به على عالم الغيب فلللروح جانب تطل به على عالم الغيب وللقلب جانب يطل به على عالم الغيب وللعقل جانب يطل به على عالم الغيب وللنفس جانب تطل به على عالم الغيب وهذا عالم محجوب عمن لم ينظر إليه من خيلال الوحي محجوب عمن ينظر إليه من غير من غير من غير زاوية الوحي ولذلك ترى الناس يختلفون في ذلك لأنهم لم يفرقوا بين الزاويتين ولم يفصلوا بين العالمين ولم يميزوا بين الحقيقتين بين حقيقة الغيب وبين حقيقة الشهادة فحظ الناس من العلم هو علم الشهادة ما يدخل تحت المحسوسات تحت الإدراك الحسي وما لا يدخل تحت الإدراك الحسي فعليهم أن يسلموا فيه لعلم الغيب وللمتحدثين عنه من زاوية الغيب وإذا لم ترى الهلال فسلم لأناس قد رأوه بالأبصار إذا لم ترقى أن تنظر إلى الهلال لأن بصرك كليل ضعيف فسلم لهؤلاء الذين تجاوست أبصارهم سقف ما رأيت أنت فنظروا وتحدثوا عن الحقيقة تحدثوا عن الحقيقة فهذا العلم يبحث عن حقائق هذه الأمور التي تدرك من خلال الوحي لأنه لا تعلم حقائقها إلا من خلال الوحي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ما أوتيتم من العلم إلا قليلا من عالم الشهادة ومن عالم الغيب الذي جاءكم من عند عالم الغيب والشهادة الذي هو الله فاقصروا علمكم على ما تعلمون ولا تقفون ما ليس لكم به علم فقفوا عند علمكم وهو خير لكم حتى لا تتخبطوا خبط أشواء ولذلك فإن الذين دخلوا إلى هذا العالم من خلال علم الشهادة تخبطوا فيه تخبطا والذين حاولوا أن يدركوه بمداركهم المقصورة المحصورة الضعيفة تخبطوا فيه أما الذين نصبوا أمامهم مرآة الوحي الصافية النقية التي ليس فيها ولا عليها كدر فقد رأوا هذه الحقائق على حقيقتها رأوها على حقيقتها من خلال حديث الله عنها حديث العليم الخبير بها من خلال حديث القرآن عنها ومن خلال حديث السنة عنها ومن خلال الراسخين في العلم الذين اقتبسوا حديثهم عنها من القرآن ومن السنة وانعكست تلك الآثار والحقائق على قلوبهم النقية الصافية كانوا جديرين بقول القائل إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك قلوب أرباب التجلي يبدو في صفوها الله الحكيم قلوب صفت ونقت فانعكس عليها انعكس عليها وفي مرآتها هذه الحقائق الغيبية القرآنية والحديثية إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه السماء بلا امتراء بلا شك كذاك الشمس تبدو والنجوم عندما تنظر إلى هذه الصفحات من الماء الصافي ألا ترى فيها عندما تكون صافية لا يحركها أدنى ريح ألا ترى السماء بزرقتها بادية واضحة ألا ترى الشمس بإشراقها بادية ضاهرة على صفحات الماء ألا ترى النجوم بضيائها وبلمعانها بادية على صفحات الماء نعم كذاك قلوب أرباب التجلي يبدو في صفوها الله الحكيم فما معنى الروح إذن في وحي الله عز وجل وحقيقة الروح لا تدرك هذا العلم الذي هو علم التزكية إنما يتحدث عن أحوالها وصفاتها أما حقيقتها فلا يعلمها إلا الله الذي خلقها كما قال الله في الآية السابقة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي هذا من شأن الله لا علاقة العباد بهذا الشأن فهو من خصائص الله جل جلاله ولكن الوحي يتحدث عن أحوالها وعن لطائفها وعن تقلباتها وعن سيرها إلى الله وعن خصائصها فما حديث الوحي عن الروح من جانبها الغيبي حديث الوحي عن الروح من جانبها الغيبي أنها تلك اللطيفة الربانية المدركة التي تعقل عن الله وتتلقى عن الله وهي وهي ذلك الصفاء وذلك النقاء وذلك الطهر وذلك السمو الذي جعل الله الروح وذلك النقاء مخلوقة به لأنها هي قادمة من الله وحديثة أهد بالله فالله هو المرسل لها والنافخ لها ومن ثم كان لها هذا الرقي وهذا السمو جانبها الحس الجثماني هو الذي يفيض على الجسم ليتحرك به وجانبها الغيب الروحاني الرباني هو الذي يتصل بالله وهو الذي يعقل عن الله ويدرك عن الله ويتلقى عن الله تلك الفيوضات والواردات وعلى قدر تخلصها من الجسم وتحررها من مطالبه وضغطه على قدر حريتها وعلى قدر صفائها ولذلك فإما أن تكون في قبضة الجسم يتحكم فيها ويجردها من خصائصها وإما أن تكون في علو تتحكم في الجسم وتهيمن عليه ويكون الجسم تابعا لها وفي هذا يقول القائل أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح بما فيه خسرانه هذه الروح المنشودة التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى لتزورك مدة قليلة ثم ترحل وتعود إلى الله فهل أحسنت ضيافتها وأكرمت وفادتها وجعلتها مسخرة للرسالة التي أرادها الله تعالى أن تقوم بها إنها رسالة العبودية لله جل جلاله وعندما تصاغ الروح بصياغة العبودية لله تستريح وتطمئن لأنها وجدت ما تريد ووجدت ما من أجله جاءت إنها جاءت من أجل أن تحقق العبودية لربها جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون ولذلك قال قاضي عياذ رحمه الله تعالى في بيتين جميلتين ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثري دخولي تحت قولك يا عبادي وبأن صيرت لي أحمد نبيا هنا تزهو الروح عندما تستبغ بصبغة العبودية تزهو هذه الروح وتجمل وتتيه على الدنيا بأسرها لأنه تحقق فيها قول الله جل جلاله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة من أحسن من الله صبغة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة إنها الصبغة التي أراد الله أن تكون عليها هذه الروح إذن عندما ننظر إلى الروح من هذه الزاوية فإن الروح حينئذ تكون هي المهيمنة على الجانب الحس الجسمان فتتحكم فيه وحينئذ يكون شهوتها ولذتها وحلاوتها ما يحب الله ويرضاه فهذه الشهوة التي اشتهيها واللذة التي تتمناها آه على أرواح حرمت من هذه اللذة الدائمة ومن هذه الحلاوة التي تزهو بها الأرواح ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث البتفق عليه ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان هناك الإيمان وهناك حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار إنها الحلاوة التي انتقل الإيمان بسببها من دائرة الإيمان العقلي إلى دائرة الإيمان الذوقي الوجداني إلى دائرة حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وذوق الإيمان الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان ذاق ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي ورسول فهذه هي الروح في جانبها الباطني وسميت روحا وذلك لخفتها وصفائها ونقائها ولأنها تجذب صاحبها إلى الله وأصبحت تتلقى غذاءها وكساءها ودواءها من مصدرها الذي أتت منه وهو مصدر السماء لأن الله حين أرسل هذه الروح إلى الوجود أرسل معها كل مقوماتها أرسل إليك الروح وأرسل معها كل المقومات من غذاء وسقاء وكساء ودواء فكما أن الجسم الذي خلق من التراب جعل الله كل مقوماته من التراب لأن مصدره التراب فلابد أن تكون مقوماته كلها من التراب فكانت مقومات الجسم من غذاء وسقاء وكساء ودواء من التراب ليقام وكانت مقومات الروح من مصدرها الذي أتت منه وهو السماء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فمن التفت إلى مصدر الروح وغذاها بغذائها وسقاها بسقائها وكساها بكسائها ودواها بدوائها فهذا هو الذي عرف حقيقة الروح وهذا هو الذي أدرك معانيها وعرف أحوالها وعرف خصائصها وعرف حاجياتها ولذلك كان هؤلاء العارفون ممن أدرك هذه الحقيقة فالتفت إلى أرواحهم فالتمس لها الغذاء من ذلك المصدر الأعلى والتمس لها السقاء من ذلك المصدر الأعلى والتمس لها الكساء من ذلك المصدر الأعلى والتمس لها الدواء من ذلك المصدر الأعلى قال الله جل جلاله يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباس نوار سوآتكم هذا لباس الجسم قد انزلنا عليكم لباس نوار سوآتكم وريشا تتزينون به هنا فللجسم كساء ضروري وكساء جمال ريش لكن ماذا قال الله جل جلاله في الكساء الروحي قال الله جل جلاله في الكساء الروحي وجمال اللباس الروحي قال ولباس التقوى وفي القراءة الخراء ولباس التقوى ذلك خير ذلك خير ذلك خير وأبقى وأجمل وأكمل يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله خير مستفاد ينادي المرء المسكين فائدتي ومالي ولو أنه التمس لروحه كساء جميلا وثوبا زينة وجمالا لصار مغطا ولم تكشف عوراته فالعورة عورتان عورة حسية مادية يشاهدها ويعرفها كل أحد وعورة معنوية وتلك هي العورة التي قال الله فيها عن أبينا آدم حين أكل من الشجرة وانكشفت عورته بمجرد ما اقترب من الشجرة المنهية عنها انكشفت العورة ولكن الله تعالى كساه بكساء التوبة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فما أجمل الروح حين تتدثر بثوبها الجميل وتتزمل بكسائها الرائعة وتتغذى بغذائها التام الكامل وتسقى من مائها العذب الزلال الذي لا يوجد في هذه الدنيا أحلى ولا أرق من هذا الماء الذي تتروى فيه الروح أي مري وهذا هو الري الذي لا عطش بعده فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا أرواحا مطمئنة فرحة مستبشرة متطلعة إلى ربها متجملة بجمال التقوى متجهة إلى خالقها وسيدها وبارئها مطمئنة بذكر ربها ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبهذا نختم مجلسنا سائلين من الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس ويجعلهم المجالس التي تحفه ملائكة الله وتغشاه رحمات الله تتنزل فيه سكينة الله ويذكرنا فيه سبحانه وتعالى بخير ذكر في الملائكة على عنده اللهم اقسم لنا من خشتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بإسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما حيتنا واجعل الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا منصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تصل لطعرنا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا آمين 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 وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة